أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان هيبشترايت اليوم أن المستشار الألماني أولاف شولتس يشاطر وزيرة الخارجية أن لنا بيربوكين فتحها على توريد مقاتلات يوروفايتر إلى السعودية لافتن إلى أن السعودية اتخذت موقفاً بناءاً للغاية من إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي وأضف هيبشترايت أن من وصفهم بإرهابي حماس لم يحقق هدفهم من الهجوم المذكور والمتمثل في منع تقارب السعودية مع إسرائيل فهل تتمت ثمن دفعته الرياض كما تقول برلين مقابل حصولها على المقاتلات الأوروبية وما طبيعة هذه الطائرات التي تسعى السعودية للحصول عليها منذ زمن رفع الحضر الصارم المفروض على تسليم الأسلحة إلى السعودية قرار ألماني سيمنح رياض فرصة إتمام صفقة للحصول على 48 طائرة مقاتلة أوروبية من طراز يوروفايتر تايفون بحسب تقارير إعلامية صفقة عرق لها لجوء ألمانيا إلى استخدام حق الفيتو الذي كان أحد أبرز أسبابه مشاركة السعودية في حرب اليمن لكن بريطانيا ضغطت لسنوات على برلين من أجل أن تتراجع عن ذلك القرار وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قالت إن بلادها لا تعارض الاعتبارات البريطانية بشأن بيع تلك الطائرات للسعودية وأوضحت بيربوك أن السعودية تسهم بصورة حاسمة في أمن إسرائيل حتى في هذه الأيام وهي تساعد في احتواء خطر اندلاع نزاع إقليمي كما أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية قال إن المستشار أولاف شولتس لن يقف في طريق تسليم المزيد من طائرات يوروفايتر إلى السعودية ويتم إنتاج هذه الطائرات في إطار برنامج مشترك تشرف عليه كل من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وتشارك فيه إلى جانب مجموعة إيرباس العملاقة شركتاء الأسلحة بي إي إي سيستيمز وليوناردو هذه المقاتلة الأوروبية الحديثة تتميز بالقوة وسرعة الحركة والمرونة العالية والقدر على القيام بهجمات جو جو وهجمات جو أرض في الوقت نفسه اللافت أنه في السنوات الماضية أبدت عدة دول خليجية رغبتها في شراء تلك المقاتلة فإلى جانب السعودية أبرمت قطر والكويت والسلطنة عمان صفقات بالمليارات للحصول عليها إذن لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية من برلين الدكتور غوستاف غريسل المختص في الشؤون الدفاعية والأمنية من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية دكتور غريسل أهلا بك لماذا تراجعت ألمانيا عن رفضها توريد طائرة اليوروفايتر إلى المملكة العربية السعودية فجأة هناك ثلاث فكتور الأول هو أن السبب الرسمي لحضر بيع الأسلحة للسعودية هو ليس حضرا رسميا ولكن ألمانيا لم توافق على تصدير الأسلحة للسعودية بسبب الحرب في اليمن أما الآن فهناك محادثات بين السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين وبالتالي إن أردنا فهذا الصراع مطوي أو شبه منتهي وبالتالي فسبب الزال أما السبب الثاني فهو العوامل الأوروبية فألمانيا لديها قوانين صارمة لتصدير الأسلحة متى يجوز ذلك ومتى لا فهذه القوانين منتشددة بعض الشيء بالمقرنة مع بريطانيا وفرنسا أيضا وبالتالي حصرت بعض الخلافات بين تلك الدول خاصة باريس كانت تشكك في بعض الأحيان في جدوى التعاون مع ألمانيا في الإنتاج الحاربي لأن أي منتج مرهون بموافقة ألمانيا على التصدير في كل مرة وفي هذا القرار إشارة أيضا للتعاون الأوروبي والوحدة في الموقف قبل الاتخابات الأمريكية أيضا بأن ألمانيا ربما تبرأت الآن من موقفها السابق المتعنت بعد شيء بما يخص توريد الأسلحة أما العامل الثاني فهو حرب الشرق الأوسط حيث أن ألمانيا أيضا لم تعجب مواقفها الكثير من الناس في المنطقة طيب دكتور جريسل قلت بأن سبب الحضر حضر توريد الأسلحة الألمانية إلى السعودية قد انتفى بعدما انتهت حرب واليمن لكن في تصريح وزيرة الخارجية الألمانية ما فهم على أنه يعني تثمين للدور السعودي في اعتراض المسيرات القادمة من اليمن في اتجاه إيلات وإسرائيل عموما وقالت بأن السعودية تقوم بدور هام لحماية أمن إسرائيل في الفترة الأخيرة ما يهدد بعودة الصراع بين الحوثيين وإسرائيل كما قال الحوثيون أنفسهم هل تغير موقف ألمانيا من حرب اليمن بحيث أنها لم تعد تعترض عن دخول السعودية في حرب مع الحوثيين أو على الأقل في التحالف الأمريكي ما يعرف بحارسي الازدهار بالطبع لا أحد يقول ذلك صراحة أننا لا منع لدينا أن يكون أو أن تتجدد الحرب في اليمن ولكن ربما أدركوا أن الموقف السابق كان صعباً وشائكاً وأن هناك مسؤولية ألمانية خاصة بالنسبة للسعودية ولكن بالنسبة لليمن يقدرون دائماً أن الحرب في اليمن لم تعد كما كانت في العام 2015 أو 2019 بما في ذلك من غاراتها جوية سعودية على اليمنيين وبالتالي فالسبب الأساسي زال بذلك كما قلت لم يكن هناك حضر رسمي لمناء لتصدير الأسلحة ولكن كانت هناك بعض المبادل الألمانية أنه عندما يتم بيع الأسلحة لدول غير أعضاء الناتو ففي كل مرة الحكومة تقرر موافقة أو عدم موافقة ذلك حسب وضع حقوق الإنسان والاستقرار أو عدم الاستقرار الإقليمي في تلك المنطقة وما إلى ذلك وعدم توريد الأسلحة إلى دولة تخوض حربا في هذا الوقت وهذا الموقف انتهى بالطبع في فبراير 2022 عندما تم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعبضت لهجوم من الخارج وبالتالي فهذا الموقف انتهى من أساسه الآن الآن لا ينظر إلى هل هذه الدولة في حالة حرب إنما ما هي إنعكاسات توريد أو عدم توريد الأسلحة إلى هذه الدولة في المنطقة وبالتالي في التقارب بين السعودية وإسرائيل في المنطقة كانت قائمة ولكن حرب غزة هددت بإنهاء هذا التطور هل تفتح صفقة اليوروفايتر خزائن الأسلحة الألمانية أمام المملكة العربية السعودية فهناك رغبات في شراء دبابات ليوبارد إثنان وما وما إلى ذلك من الأسلحة لا أعرف شيء عن دبابات ليوبارد فهذه الصفقة هي تعود لبريطانيا أو العلاقات بين بريطانيا والسعودية لأن هناك شراكة وثيقة بين السلاح حي حرب الدولتين وبريطانيا تدرب الطيارين السعوديين وتقوم بصيانة الأسطول السعودي الجوي وتتحمل مسؤوليات لوجستية يعني بريطانيا تلعب دور مركزي في بالنسبة للسلاح الجوي السعودي أما ألمانيا فلم تعد تعترض على ذلك أما بالنسبة لقانون أو توريد الأسلحة إذا كانت إحدى الدولة تمثل 20% من نسب الأسهم في حيث المشاريع فتستطيع أن تعارض قرارات التوريد وبالتالي ألمانيا تستطيع أن تعارض ولكن البريطانيا هي التي كانت الأساس وبدأت هي بإبرام هذه الصفقة مع السعودية ألم تتغير هذه الثوابت الألمانية بعد حربي أوكرانيا وغزة وبالتالي أصبح توريد الأسلحة يخضع لضوابط أخرى مختلفة وظهر ذلك في حجم مبيعات ألمانيا من الأسلحة أكثر من 12 مليار دولار أو مليار يورو عفوا هو حصيلة أو حجم مبيعات ألمانيا من الأسلحة خلال العام الماضي هل تغيرت هذه القواعد بعد الحربين الأخيرتين بالنسبة لتصدير الأسلحة نعم هناك تحول كما تقول لأنه قبل ثلاث سنوات فقط كانت ألمانيا متحفظة جدا ولكن كثير من الأحزاب الألمانية التي ترحب بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا كانت ضد ذلك مثل حزب الخضر مثلا وكانت تتوافق فقط على توريد الأسلحة لأعضاء حلف الناتو أو دول مثل أستراليا المرتبطة به بالحلف أو جنوب كوريا الجنوبية أما هذا التحفظ الشديد بالنسبة لتوريد الأسلحة فهو انتهى وتصادم مع الواقع منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا أوكرانيا لم تكن مرشحة للانضمان للاتحاد الأوروبي لم تكن متعاقدة مع حلف الناتو أوكرانيا كانت دولة مثل أي دولة في العالم أما منذ بداية حرب روسيا عليها فتغير هذا الوضع وأدركت أوروبا وألمانيا أيضا بأن هناك حاجة للأسلحة إذن وأنه يجب الرد على المعضيات السياسية والوضع السياسي القائمة الجديدة وإن كنت متشدد وضد طريق الأسلحة فتستطيع الدول الأخرى أن تصنع هذه الأسلحة بنفسها أو تشتريها من الولايات المتحدة وما إلى ذلك نعم طيب إذن ينضم إلينا من الرياض متأخرا لأسباب تقنية للأسف الشديد الدكتور أحمد الشهري المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي ما تبقى من الوقت سأحاول من خلاله التحدث معك دكتور أحمد في طبيعة الموقف البناء الذي تتخذه الرياض زاء أمن إسرائيل كما قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنا لنا بيربوك من إسرائيل أمس وهو ما دفع بيرلين للتخلي عن الفيتو في وجه صفقة اليوروفايتر مع بريطانيا ما طبيعة هذا الموقف الذي تقوم به الرياض من وجهة نظرك الدكتور أحمد بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ أحمد وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام أعتقد أنه الحقيقة ما تحدثت به وزيرة الخارجية غير منطقي الحقيقة هي اكتشفت ألمانيا أنه القرار الذي اتخذ عام 2015 بإيقاف الدعم أو بيقاف بيئة السلاح السعودية بأسباب الحرب في اليمن أنه كان قرارا خاطئا لأن السعودية لم تكن طرفا في القتال في اليمن هي كانت تقود تحالف عربي وفق قرار أممي 22-16 وبالتالي لم يكن هذا الوقف مبررا ربما كان لدواعي إيدلوجية في ذلك الوقت الظروف الجيوسياسية والجيوستراتيجية والحرب الروسية الأوكرانية وأيضا ارتفاع أسعار الغاز وأيضا التضخم والضغوط الاقتصادية هي التي أعادت القرار الألماني إلى الصواب السعودية مشتري وتملك المال وبالتالي هي تذهب إلى من يبعدها ليس هناك أي موقف بأن اتخذت السعودية من إسرائيل بالعكس أول يوم في 7 أكتوبر كانت المملكة العربية السعودية تدعو الجامعة العربية إلى الاجتماع وكان هناك القمم الثلاث قمم السعودية الإفريقية والقمم السعودية والقمم العربية والقمم الإسلامية وكلها نددت وشجبت وأستنكرت وأيضا إنشأت وحدة رصد لتوثيق أعمال إسرائيل وكذلك إنشأت لجنة مشتركة للذهاب إلى الدول الدائمة العضوية في المتحدة بودي أن أكمل معك النقاش ولكن تهى الوقت وقد جددت الرياض أيضا موقفها اليوم من أن الحل يجب أن يكون شاملا في إطار حل الدولتين هذا المساء بعد لقاء بلينكل بالمسؤولين السعوديين شكرا جزيلا لضيفين الكريمين أحمد شهري وغوستايف جريسل نهاية المسائية مشاهدين إلى اللقاء